آخر فقرات حلقة هذه الأمس يا مشاهدين مع الخيول العربية حيث تحظى الخيول باهتمام العرب فأصبحت تربيتها من الهوايات التي تحظى أيضا باهتمام كبير من شباب اليوم ضيف فقرتنا الأخيرة عاشق الخيول منذ نعومة أظفاره فاهتم بجمالها وأصولها وسلالتها وتدريبها حتى أضحى مدربا وأول عارض خيول إماراتي شارك في العديد من بطولات جمال الخيل داخل الدولة وخارجها ضيفنا هو أحمد اليماحي مدرب وعارض خيول ومالك أيضا استبل المطلع إلى الخيول العربية أهلا وسهلا فيك مرحبتين جمال الخيل أكيد أحنا إن كنساد المشاهدين الكرام يبون قبل أن نتعرف على تفاصيل الجميلة التي نتكلم فيها قبل قليل أنا وإنت قبل الهوى عن الخيل نتكلم على علاقتك مع الخيل متى بدت وكيف بدت أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بدايتي مع الخيل ما بقلت من الصغر ولا بقلت أن أحد علمني لها في البداية لأنني أنا في عائلتي ما في حد يقني خيل هذا أول شيء بديت تقريبا حاليا من 6 سنوات أنا أعتقد أنه فترة ليس هي الكافية الكبيرة 6 سنوات في مجال الخيل فترة صغيرة جدا لأن الخيل بحر وكل يوم تتعلمين فيه شيء نعم بديت في البداية في صغر سني كنت لم أرى الخيل إذا لم أركب أصيح صيح أبأ أركب خيل هذا اللي يضعون على الكرنيش ب10 دراهم وبعدين بعد ما كبرت وصارت عندي المقدرة أني أشتري خيل اقتنيت الحمد لله أول خيل كمالك خيل وطورت من نفسي نظرت إلى ما درت في مكاني نظرت إلى الإستابلات الكبيرة أين انتهت وأنني اقتديت فيها لأنني في دولة المارات الحمد لله يا كرب كل الفرص متاحة وكل الخبرات بعد متاحة بوجهة إعلامية مشيت صح قريت بحثت في الخيل بشكل كبير طورت عمرك طورت من نفسي سافرت رأيت البطولات خارج الدولة ما يفعلون مثلا كمدربين لم أقعد في الكرسي مثل أي شخص لا يوجد خيل كنت أقعد وراء عند الخيل أرى المدرب العالمي ما يفعل ماذا يفعل خيله وراء مثلا أنت في البيت تطبخين الذي يطبخ في المطبخ غير والذي قاعد يأكل غير والذي قاعد يشم الريحة هو يالس الميل الصغير الذي يطبخ يعرف شو الطبخة طبعا والذي يأكل غير فعرفت الطبخة وخط نبذة وبدأت أقتدي فيها نحن نشاهد الآن عبر الشاشة أسمح لي يا أخي أحمد وانت تدرب الخيل في استبلك بنيل الاستبل والتدريب بعد قليل نزي نكمل فضل فالحمد الله لك يا رب تعلمت من الخبرة الزمان وبعد الحمد لله فضل من الله يا ني عرض جاءتني عرض في تدريب واني مسكت مزرعة العوير تقريبا من سنتين هذه القفزة الكبيرة التي كانت لي فضل من الله وشكر كبير لسعادة الأخ خالد خريفة نابود قفزني قفزة طيبة وصلني لمرحلة كبيرة ريال ذو خبرة وخذنا الخبرة منه طبعا من تعريماته وتوجيهاته ريال فوق العشرين سنة في مجال الخيل بدأت في تدريب خيل الجمال بشكل كبير في هذه المزرعة واستمرت في مشاركاتي في أول سنة في المشاركات التي تقريبا من سنتين أو ثلاث في أول سنة عندما بدأت أدرب كنت أجهز الخيل و أجيب عارضة من خارج الدولة و أجيب عارض الخيل بتجهيزة أنا كيف؟ يعني المدرب المجهز فرق و عارض الخيل فرق كيف؟ كيف تدريب وتجهيز الخيل و يكون في داخلك يعني في داخل الإصطابل تكتيكك مع الخيل تكتيكك كله مع الفرس أو المهر أو الفحل فتفرق أنت كمدرب لازم لابد أن تنظر لكل شيء نعم أكبر غلط فيه كلام كنت أسمعه في البداية أن مثلا يقول مدرب يبين صحك طبعا ما يقول هذا المهر أو هذه الفرس دربها عشر دقائق أنا بوجهة نظري هذا بعد من احتكاكي مع الخيل هذا شيء غلط تدريب الخيل لابد أن يكون مدرب واقف فوق رأس الخيل يرى الخيل مستوى و أداها في لياقتها في التدريب ما مرونت في التدريب ما تعطي في التدريب الخيل لها مزاج كبير و لها أطباع كبيرة شيء منها حار يعني شرس و شيء منها بارد و شيء منها يهجم و شيء منها هادي هادي مثل الإنسان سبحان الله كل الخيل يعطي طبعا و لا بد أن المدرب يفهمه في التجهيز يكون تجهيز كله داخلي في المزرعة العارض يفرق هذا شيء و الشيء الثاني العارض العارض دوره أنه قبل البطولة يجهز الخيل تجهيز مثلا ناس الميك أب الأخير نعم الستاتشيا الآخر الفينيشنج و يدخل مع الخيل و يعرضها نعم اللعب الكبير يكون على منه على المدرب أو المجهز بشكل عام كيف تخطيطه و كيف يوصل لمرحلة الكبيرة أو أن الخيل جاهزة لأنها تدخل في البطولة طبعا بعد ما يكون مختار الخيل الصح و مستوى دولة المارات مستوى عالمي أنت تدخلين بطولة محلية تعتبرها عالمية تصنيف الدرجات دولة المارات المحلي لو تدخل فيه بمكان ثاني دولة يدخل من الخمسة لواء لو أنت يايب العاشر نعم فالعارض يكون له وجهة ثانية أن يدخل و يعرض الخيل الخيل طبعا تكون جاهزة كل شيء و يدخله و يعرض الخيل فهذه المرحلة أنا قمت أقول ليش أنا مستوى عارض كنت جالس مع خالد النابودة و أقول لي شو رأيك خالد قال لي بالعكس شيء طيب و قفزة طيبة كمواطني يعني يدخل محد في الساحة و أنت إن شاء الله تكون الأول قد هذا الشيء جاءتني الفكرة وبتحدي كبير طبعا الجراء هي أساس الشيء دخل في الجراء استشرت بعض أصحابي قلت لهم أبدا قال لي حمسني صراحة و قال لي أصبار و أنت و أنت فأنا ماهتم كل إنسان يعرف مقدرتك كل إنسان يعرف شو يعطي توكّلت على الله دخلت أول دخول بالإحصان بهيجي مرقب اسمه الشيخة الشيخة بطيئة المكتوب نعم يبت في مركز سيدة الحمد لله فضل من الله بطولة أبو ذيب بعدها استمرت في الدخول هذا كلام من ستين واستمرت في الدخول الحمد لله يا رب نتاجي قدمت نتاجي طيبة في العرض في العرض الخيل و تدريبها أهلا الخيل دعونا نشارك أستاذ المشاهدين مع هذا الفيلم الفيديوهات التصويرية عنك و عن مشاركاتك و عن إنجازاتك و عن عرضك و عن استبلاتك من خلال هذه الوقفة مشاهدينا تفضلوا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و العارض للخيول و أيضا شاركت في سباق قدرة كثير صحيح شاركت في تأهيلي قدرة كيف؟ أعطينا أحكي لنا عنها و شاركت شاركت في تأهيلي قدرة يوم تأخذين ليسر من الاتحاد الفروسية يكون من ضمن تكمل ليسر نحن شاركين 40-40 تأهيلي و 80-80 شاركت في تأهيلي 40 حمد الله نزحت فيه خلصت تأهيلي هذا عبارة تكملي للليسر للقدرة الرئيس يبدأ من فوق التسعين على حسب علمي نعم بعد المشاركة هذه صراحة كنت ما بين خيل الجمال و خيل القدرة محتار يعني لكن شفت أمكانياتي في خيل الجمال أكبر من خيل القدرة يمكن تسأليني ليش؟ تفضل الأمكانيات في خيل القدرة لا لدينا مسارات في منطقتنا أمارة الفجيرة لا لدينا مسارات تتيح تدريب خيل القدرة في الفجيرة الفجيرة بشكل عام في المنطقة الشرقية في الفجيرة أو كلبة و غيرها لا لدينا مسارات ندرّ فيها خيل القدرة نعم يمكن أن تقول أنت المسار عادي شيء مثلا مسارة لا المسار لا بد أن يكون مسار صافي خالي مثلا من حصا خالي نظيف عشان إصابات الخيل الخيل لا توتر الخيل بشكل عام الحوافرة تكون سليمة تنتبه لكل النقاط نعم هذا الذي أبعدنا عن القدرة وبعدها دخلت في العمق في خيل الجمال الجمال أحكي لنا على خيل الجمال ماذا تفعل حتى تجمل هذه الخيل ما هي اللمسات التجميلية التي تضيفها للخيل هل هي تبدأ من اختيارك لنوعية الخيل أو من الإضافات التي تضيفها للخيل بعدين سؤال طيب من حسب خبرتي في جمال الخيل أعطيت نقطة نقطة في البداية جمال الخيل تختارينها أول شيء تكون محتكة في البطولات كمنافسة أتكلم إذا أنت تبت نافسين في البطولات في هذا المستوى القوي لابد تعرفين ما هو اللي داخل الشوط ما هو اللي داخل الشوط ما هو اللي داخل الشوط ما هو المنافس ما هو التركيبة الموجودة طبعا كخيل عربي كل الخيل الخيل العربية لكن ما هو اللي يميز في بطولة خيل الجمال ويوقفت في المنصة هذه البوينت القوية اختيارة الخيل تركيبة الخيل طبعا أقسم الخيل بوجهة نظري بعد أن تكون لديك نظرة في البطولة تذهب إلى ترى الخيل أنا أحكم على خيلتي أذهب إلى ترى الخيل أرى مستواها من خمس نقاط في تحكمها في البطولة طبعا البطولة تتحكم في الهوية العربية في الموثنج التي هي الحركة في البادي أنتوبلاين يسمى خط الظهر و في الليكس القوائم و في الموثنج و في الموثنج و في الموثنج الرقبة والرأس و الموثنج و خط الظهر هذه الخمس أشياء مهمة في البطولة لأن الدرجات تنزل عليها نعم نعم لو تقولي كيف جمال الخيل في الرأس و الرقبة دائما الخيل العربية مواصفاتها فناس في الرأس صغر الرأس منخرة و واسعة عين جميلة دائما العين الجميلة التي تعتبر العين السوداء كامل في الخيل الخد خد ناعم ملمس ناعم هذا في الرأس أفصلت من البداية إلى النهاية نأتي إلى الرقبة كلما تكون الرقبة على مستوى طويل يعني طول الرقبة و على الرأس بارزة فهذه تأخذ الدرجات في البطولة طبعا لكل جسم خيل تقدر تفصلينها بعدين ننتهي إلى النقطة الثانية مثلا الليكس ما هو القوائم الخيل كيف القوائم الخيل سيدة أم بشكل غلط هذا يعتبر عيب خلقي نعم هذا الشيء يعتبر عيب خلقي شيء من الأفحل أو الخيل تنتج لش مقدمة قوية شيء منهم والله رازق في النهاية صحيح تذهب بعد الليكس خلي الأصوب تذهب مثلا الظهر لخط الظهر البداية أن توب لاين مثلا خط الظهر يكون على مستوى نبتة الذيل هذا شيء طيب يكون مقاسات الخيل العربية في البطولة يوم تكون من الصدر للعرف والبطن الظهر والمؤخرة مستوى كل شيء على هذه القطعة على هذه القطعة على هذه القطعة متساويات سبحان الله تبارك الرحمن هذا الشيء من اختياري مثلا الخيل كخيل العربية عندك مرات الخيل الخيل ظهر طويل نعم هذا يؤثر عليه في البطولة ما عدا نقطة وحدة يوم تكون رقبة طويلة نعم نأتي إلى نقطة الموفنك في الخيل الحركة الحركة حركة الخيل طبعا أكثر الخيل تفوز تكون سوبر حركة تبارك الرحمن الخيل التي تكون فيها حركة تتمختر لتشارات الغزال ما شاء الله فتعطي موفنك قوي تعطي حركة قوية كل هذه الاحتمالات والاختيارات لا بد تكون في عين الاعتبار مبدأ أساسي في اختيارته الخيل و أنت تصل إن شاء الله هذا سؤال الختامي لهذه الأمسية أين طموحك يصل أحمد اليوم ماحي طموح ما لا توقف في عالم الخيل في عالم الخيل طموح ما لا توقف طموحنا عالمي إن شاء الله و دخلنا عالميا بفضل من الله مشاركتنا عالمية طيبة قدمت نتاج طيبة خلال السنة الماضية و هذه السنة الحمد لله و عندي بطولات عالمية إن شاء الله بنشارك في الشارج و بعدها بنتجه الأدبي وبطولة جديدة ذاراد الله بالفجيرة مشارك فيها بعيار ثقيلة ذاراد الله طموحنا عالمي دائما كدولة الأمارات أطمح دائما أرفع رأس رأسنا بشكل عام أحنا و أصحابنا و أرفع عالم الإمارات في كل مكان أنا الوحيد الذي حين دخلت في هذه المعمعة من الإماراتيين الآن هناك أقبال على الإماراتيين و الحمد لله يكرب و ناس قاعدة تدخل و الحمد لله يكرب شكرا جزيلا لك أحمد يماحي وأنا أطلب منك طلب صغير أن تنقل خبرتك هذه للأطفال الصغار تدربهم و تعلمهم أنهم يحبون الخيل و يجملونها بهذه الطريقة و يتعرفون على سلالتها و يعرفون قيمتها يعني يريد أيضا تفكر في هذا الموضوع أنا أفكر و أمسوي هذه النقطة من خلال التواصل الاجتماعي نعم كل حساباتي إن كانت في استجرام إن كانت في سناب إن كانت في كل مكان هي نقطة التواصل للخيل العربية فقط لا غير و أزاك الله خير شكرا أحمد يماحي شكرا أحمد يماحي